قصيدة مهداة لمقام المستشار سعود ابن عبدالله القحطاني وأقول فيها بدأت بالله ليه بمبداي محيان ولوذبه من لدغ نقدم توحين حتى لو أبدع منطقة فكر ولسان أخشل عتب واللوم ضمن المغرين راقت به الدنيا وما حل بيشان والوضع شين وكل ما صار بيشين قعدت دير الفكر في فلان وفلان وين الملاذ وين نبت جهوين ولا ذكرت إلا تغاريد ركبان بين القباي الرددوه المغنين اسم اللمع من سابق الوقت للآن وصداه يرني في المسامة لذا الحين فاخرق حطان هناك واللي بعدهان زحل انتفا خربه رجال مسمين فرض الرياض وشعبها صار لهشان وجاله مع طاغيل لسمة عنوين صمي دعم في لان والناس في لان تلقاه في العسرة وتلقاه في اللين متسيد بالفعل واليعتزابان وكل قحطان اللي يشتكوا لهم والين دخيل وجه سعود من طرح عجمان وسعود والعجمان ما تحسب اثنين ازهم ولد عبدالله الصياح واذعان وقول تكفى زابنك يحمر العين منصى وملفى وانكبر الامر مزبان ملاذ من نوخ الحد السكاكين وليتحرج تسخي الباب واذان وليصمت تخشاه روس المهابين للناس في وجهه ملذات ومان وللناس في جاهه خلود وبساتين متواضعا دمثا خلوقا ومليان وليزأر جضة قلوب البعارين على الجافورة منها للدار سكان زيزون فعلا من دهات القحاطين ما عاد لي غيره ذرا سقف وكنان اللسجن ومكافح الدين بالدين يا الله يا ذو الفضل يا ملك الشان انك تقديني على المنطق الزين خانت بي الدنيا بعد كان ما كان وغديت عقب العز سواق بوكلين في الليث من دوبن الفيفة وجيزان وصقع الحجر على المسامع تلاحين أخلج على ربعي وداري ومشتان وأخلج على جوده وشوف البزارين بس الظروف نياب والوقت خوان والناس ما تقبل عذار المقلين ما بين شره بين عاتب وديان وعدات ناس ستر وجه قوانين شاعر لي صوله جوله ديوان ومنزل جماهيري رفعني من سنين لو لجماهيري من الشام لأمان ما لعل عزمي وشعرانا ملايين وضح البيوت اللي تقهقر بالارسان تعرف مغازي وجه حاوين ومنين حفيد سالم بزهمه ود وحسان ما الجاي في يوم جرعت الأمرين محمد بن قاسمي والصيخ ختمان تكفة ترى الفزعة غنات الجوعين وحابي نوصلوها بسر وإعلان أنتم عبيدة فزعة المستغيثين فزعات ابو خالد لنا وقتها حان وما في زعت الزاب نقول يا سين وبوجه ربي صحت لك حيل من هان وبجاه سيف وجاه كله عقاح حاطين مانع بن شرحار